أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يكون موقف المسلم بمن يسب أم المؤمنين عائسة رضي الله تعالى عنها وهل سبها كفر؟ نعم سبها كفر لأنه تكذيب لله الله جل وعلا نزهها وبرأها مما اتهمها به المنافقون الله برأها فالذي لا يبر أم المؤمنين يكون كافرا لأنه مكذب لله عز وجل وأيضا الذي يسب أم المؤمنين يسب الله جل وعلا ليه؟ لأنه يتهم الله بأنه اختار لنبيه امرأة لا تصلح له وأنها فاسقة أو فاجرة فهذا اتهام لله والله جل وعلا يقول الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فما كان الله ليختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة في فراشه بل حتى الكافرات كافرات زوجات الأنبياء السابقين كزوجة لوط امرأة نوح كانت كافرتين لكن كانت عفيفتين عفيفتين نزيهتين في الفراش لأنه لا يمكن أن يختار الله لنبيه فراشا فاسدا فهو يكفر من هذا الوجه نعم شكرا 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 شكرا